وإحنا في تونس كما تعرفون أشياء غريبة قاعدة تأقع أشياء غريبة لأن المستبد اللي عنا من مرحلة الفوضى والجنون تحول إلى مرحلة الكوارث وفقدان العقل ولا بالله في القوصين لا عايش الزمال يكون رائق في فرشه مجرد أنه ترشح للرئاسة كأي مواطن حر يجيوه يجوه الودي مليز في سيارة سيلينارة ذي تبتاع الحبس وبعد يرجعوا الجندوبة ويعملون له قضية ويقولون له مرة سندارك ولا فتنى ولا في الحبس وقعد في الحبس حتى انكلموك ولا تنور ما عادش يقبلها العقل ولا المنطق ولا الأخلاق تونس أمورها ما صار فيها هذا بالكل نرى نتائج انتخابات الجزائر كيف يسمى شكون والمضاعفات وردود الأفعال الشعبية كما في تونس في تونس يقالفين لا يفوز نهار 6 أكتوبر لكن نهار 7 أكتوبر يصبح ما عنده شيء لماذا يعطيه قروض لماذا يجيب له مواد المعيشية لدول تعترف به بل بالعكس لا يصنفونا مع الدول المهزة التاريخية من نوع عيد يمين دادا ومن نوع جون بيدال بوتسا ونعيد بالله يا رجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر